المحبة الحقيقية يقول للمسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه الله أحب يحن الأولى أصح 4 وعدد عشرة يقول في هذا هي المحبة ليس أننا أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطيانا على فكرة أكبر علاقة حب موجودة في عالمنا هي الزواج عندما مفهوم الزواج في الكتاب المقدس بحسب فكرة الله أن يعطي الواحد نفسه للآخر يقول الكتاب لذلك يترك الإنسان أباه وأمه يتكى الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمراته ويكون الإسنان جسداً واحداً يلتصق بإمراته بمعنى أنه هو يعطي نفسه لها وهي تعطي نفسها له عشان كده لو فيه واحد بيفكر أنه يرتبط بأكتر من امرأة ده لا يوجد حب ده يوجد مصلحة يوجد أنانية يوجد حب امتلاك يوجد علاقة تجارية أنا أعطي فأخذ لكن الحب هو الذي يعطي فقط بدون مقابل بدون مقابل هو يعطي ولا يفكر فيما يعود عليه من عائد لذلك الله عندما أحب أرسل ابنه كفارة لخطيانا فمات المسيح لأجلنا لأجل كل البشر محبة تضحي